جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم يقول ما هي كتب الفقه الإسلامي المختصرة التي يمكن أن يدرسها الإنسان ويذاكرها ويراجعها في بيته ونريد أن تخبرونا بالكتب الموثوقة التي تحرى الغلماء فيها الدقة والصواب جزاكم الله خيرا الكتب ولله الحمد كتب الفقه المختصرة والمتوسطة والمطولة كثيرة وعندنا ولله الحمد رصي وثروة هائلة من الفقه الإسلامي المستمط من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا اختلف باختلاف المذاهب الأربعة كل مذهب له مختصراته مذهب الحنفي فيه مختصرات مذهب المالك فيه مختصرات مذهب الشافع فيه مختصرات مذهب الحنبلي فيه مختصرات فأنت تختار من كل مذهب تختاره مختصرا من مختصراته وإذا اقتصرت على مذهب واحد ودرست مختصرا فيه ثم تدرجت فيه إلى متوسطاته ومطولاته هذا شيء حسن وهو الأليق بالإنسان أنه يعني يتعلم على مذهب واحد في أول الأمر لأن هذا أسهل عليه فإذا ما نمت فيه القوة العلمية والإدراك فإنه يطلع على بقية المذاهب ويعمل بما ترجح بالدليل من المذاهب الأربعة ما قام عليه الدليل يعمل به ويفتي به لكن هو كما ذكرنا يتعلم على مذهب واحد منها يكون سلما يصعد به إلى مختلف العلوم هذه هي الطريقة ولكن المدار ليس هو على الكتاب فقط لا بد من معلم بصير يتعلم عليه المبتدي بهذه المختصرات لا بد من معلم فقيه يتعلم عليه أو يتعلم منه هذا المختصر يشرحه له ويبسطه له وينمي فيه الملكة العلمية ويمسكه بالقواعد والوصول التي يسير عليها في تعلمه وفي تنمية معلوماته لا بد من المعلم الكتاب وحده لا يكفي جزاكم الله خير وأحسن إليكم هل تتفضلون بتسمية بعض الكتب كما طلب الشيخ صالح؟ مثلا في مذهب الحنبلي نعم متن الدليل للشيخ مرعي وأحسن منه وأوسع متن الزاد زاد المستقنع اختصار المقنع وفي بقية المذاهم فيها مختصرات فيها مختصرات يتدرج لها طالب العلم في المختصر خليل عند المالكية متن بشجاع عند الشافعية متن القدوري اشتركوا في القناة